قبل نبدأ حبي نوجه رسالة شكر لرعاة هذه الحلقة المجدية للاستثمار التحول والتطور الكبير اللي تشهدها المملكة صنعت فرص واعدة للاستثمار ورواد أعمال مليئين بالطموح والابتكار وشركاءنا رعاة هذه الحلقة المجدية للاستثمار تعودوا على اقتناص هذه الفرص وتمكين رواد الأعمال والشركات للنمو والنجاح والمساهمة في صناعة مستقبل اقتصاده مزدهر يلا حياهم يا أهلا نورتوا بداية جديدة الموسم جديد وإن شاء الله مستبشرين خير وتكون حلقات جميلة بنكون سعداء جدا جدا بأبو بلقيس فايزة ذياب بيكون ضيفنا تالثنا دائما في هذه الحلقات هو صديقنا الجميل حسني مالك وإن شاء الله يكون موسم جميل بمعيتهم شكرا لرعاة البرنامج شكرا لقهوة بيكلوا اللي الحين نقدر نطلع لكواب وإننا مرتاحين الموسم المالي كنا ندسل لكواب تذكر حمودي ويقول قهو من بعيدة فالآن إن شاء الله نطلعهم وإننا مبسوطين شكرا لهم وكذلك شكرا للماجدية للاستثمار هذه الشركة الرايدة في مجال الاستثمار في مملكة ربية السعودية على رعايتهم لهذا البرنامج والرحب كذلك بمشاهدين ومستمعين في قناة الثقافية لازلنا على ذاعة مستمرين معهم الرحب بمشاهدين في قناة وشبكة مايكس البودكاست موسم جديد من أسمر الحلقات كما عهدتموها ستكون مستمرة يمكن الوقت رح يكون دائما أكثر اختصارا لأنه اكتشفنا أن أوقاتكم مهمة جدا علينا وكتشفنا أن نتعب جدا في هذا التسجيل فنحاول أن تكون موضيع أكثر تركيز وحلقات أكثر جودة بإذن الله وإن شاء الله مستبشرين إن شاء الله في هذا الموسم البداية تعرف اللي قول دائما نمسك الختام وختامه ومسك نحاول أن نخلي البداية هي الختام رح نبدأ إن شاء الله بالمتنبي هذا الشاعر العظيم اللي يعني مهما قلنا سنشعر أن فيها شيء كثير ما قيلت فيه صحيح والعجل ذلك خصصنا حلقتهم أول حلقتهم الموسمة تكون المتنبي ففيصل مبسوط طبعا فيصل كان متردد يجي ما يجي مش غولي عندي محاضرات عندي مدريش قلنا المتنبي أبو هجر قال يوم مثل التذاكر فاليوم إن شاء الله من المتنبي أهلا وسهلا بالجميع وبما أنه أبو وصيل حقيقة يعني فاته متعمدا يعني يرحب بي فلا يفوت فيه لا لا أبو فجر يعني يرحب بنفسي يعني يرحب بالجميع يعني بكل من في الكون أسفر أنا أمس طولة نسمع بعض نحن أمس مع رحب أبو فجر طيب أنا رحب حقيقة ترحيبا حارا كبيرا بالصديق العزيز وبلقيس فايز دياب وأنا وصر على أبي بلقيس مع حبي الكبير لأديب وانت تعرف الأسباب لأنه البنت الكبرى ضل هي البنت مثل أبو فجر ضل رغم وجود محمد الحقيقة الموضوع أن أتنبي طول أنا بس في دقيقتين سريعة أشير لقضايا عاجلة أولا وهذه يعذرون فيها ساعة الموضوع وعدم قدرتنا اللي حاطت به يعني أبو وصير مشكورا قالنا حلقتين وهي كذلك لكن كل واحد من الحضور قادر أن يتكلم الوحدي يعني أبو الطيب لساعات هذا الأمر الأول الأمر الثاني أبو الطيب امتازت شخصيته بأنها جمعت بين ثلاثة أمور العاطفة والحساسية العالية والذكاء الشديد والهمة المرتفعة جدا وهذه الثلاثة إذا استمعت فيه شخص واحد فإما النجاحات وإما الإحباطات الهائلة الأمر الثالث الرجل فعلا يعرف ويعرف بأنه مالئ الدنيا وشاغل الناس لأنه كذلك يعني حتى حين قال في بيته المشهور ويسهر الخلق جراها ويختصمه تسولف معك بلقيسكو فعلا حين قال هذا البيت تنبأ بأمر ووقع كما حصل الشعراء كثر والشعراء في زمن أبو الطيب كثر جدا جدا فلماذا خطص بهذه الشهرة العالية المستحقة أزعم لأنه كما قيل كان ينطق عما في نفوس الناس كان يعرب عما يختلط في نفوسه من عواطف وأفكار وحتى الحكمة في شعره أتت مقبولة في السياق أحدهم قال مرة وبذلك أختم حتى لا أطيل قال إذا أردت أن تعرف قدر عقل الرجل ومكانة عقله وحسن تفكيره فانظر إلى موضع بالطيب منه فإن كان يجله ويقدره وقدره ويعرف له مكانه فإن شاء الله أن الرجل صاحب عقل وصاحب التزان وليس المقصود لا لا فعلا فعلا ليس المقصود الأفضلية هنا وحتى كنت سولف معك بالقسر النقطة الدخول في منازعة أبو تنبي أفضل الشعراء يقاطب أم لا هذه تجر إلى سجالات والسجالات تجعل الإنسان أحيانا يخفض الرفيع حتى وإن كان عالم بأنه رفيع بالضبط لكن الخروج من هذه السجالات وتأمل شعري أبي الطيب على وجهه مع آلة جيدة ووقت كاف يجعلك تضع الرجل في مكان شعري تليق به لا يعنيني أن تجعله الأول أو الثاني أو الثالث المقصود أنه شاعر موجيد وبرع وبرز لأن جيد شعره كثير وهذا يعني يتميز به عن غيره وهذه هي حاجة غريبة ترى مم بس في الشعر ترى في كل حياني أي ناجح اللي يبرز في مجال في الرياضة في الفن في أي مجال لابد يكون فيه أشخاص لا يرونه عادي يرونه ضعيف جدا لا يستعقل مكان الذي وصل ففكرة أنه لا والله نبغى كل الناس متفقين هذه صعبة صعبة جدا لكن فعلا من يرى أنه يعني فيه ناس يقول لك أنه شعر عادي أو ضعيف أو أنه أغلب شعره سرقات أو شيء يترجم من الفلاسفة أو غيره وغيره يعني هم يجحفون أبو الطيب يجحفونه وإجحافا كبيرا لون ديوانه ضخم جدا واللي فيه شيء مهول صحيح أولا نبدأ بترحيب الجميع وشكرا على الاستضافة الكريمة وإذن الله يكون حضورنا خفيف ولطيف على المشاهدين وعلى المتابعين للبرامج البرامج الذي يعني له وزنه الذي لا ينكره أحد وأكيد بحضوركم وأنتم وما قدمتم خلال الموسم الماضي بإذن الله يكون موسم جميع الحديث عن أبو الطيب الجزئية التي ذكرتموها وهي جزئية مهمة وهي جزئية الشخصية المثيرة للجدل المبدع هو عادة المثيرة للجدل والمقصد بإثارة الجدل أن الناس يقسمون حوله إلى فسطاتين بين من يراه بمنزلة عالية جدا وقد يحمله أكثر مما يحتمل وبين من يضع من هذا القدر ويخفض من شأنه إلى درجة أنها تلغي جميع تلك المنجزات وتلك الإبداعات وهذا شأن المبدعين يعني سواء كنا نتكلم عن أبي الطيب المتنبي أبو العلاء المعري مثلا وغيرهم من أنا كامثلة وحتى في المجالات الأخرى وإثارة الجدل حول المتنبي ليست بدعة مني أنا لا أقول هذا الكلام أنا لا أقول أن أبو الطيب بثير الجدل من نفسي بل أبو الطيب نفسه ويقول ذلك يقول يسهروا الخلق جراها ويختصموا والاختصام دليل على أن الخصومة مرتبة عالية من الاختلاف ليست مرتبة دنيئة يعني أو متوسطة أو منخفضة من الاختلاف له مستويات الاختصام هو من أعلى مستوياتها وبالتالي إذا كان هناك اختصاما حول معنى فمعنى ذلك أن الناس فيه قد انقسموا إلى قسمين ناس يرونه عظيما وناس يرونه وضيعا أو حقيرا وهذا شأن المبدعين وبالتالي لو تأملت أي مبدع في هذه الحياة وواصل إلى مرحلة عليا ستجد أن الناس فيه بهذا الشأن وبهذه القيفية وهو ترى حسب الشيء ذلك حتى في حياته مثلا لما تشوف ويش سم ولده؟ محسد محسد وهو يشعر بذلك يحس أنه محسود الرجال ما أدري يعني فأي ترى عندنا في الحياة يعني أي واحد ينجح ولو طاح ولا صارت لإصابة والله حقل والله على نهاية ومفتن بالحمد لله يعني ما قاعد يلاخر حياته ماجه شي يعني مع أنه كان يسمي لده محسد أقتله لكن بس أتبه حلسانه ويستعر الضغط بالمفارقة الغريبة يعني دلعوا المفارقة الغريبة في موضوع الاسم أبو بلقي سورك طاورتك أنه يجب أن يكون متابعنا أي كل ما نقولها أي يرجى ذاته يتصير تصير تصير يتصير الغريب في أن البتنبي أبو محسد وأبو الطيب وهو ارتضى الطيب ولو أنه كان رافضه في بداية حياتك أنه هو لا يريد الاسم هذا من سمى أبو الطيب؟ أبو الطيب هو تحدث في بداياته كان يتكلم وطبعا كان يضم أهل الكوفة وهو من مؤليد أهل الكوفة أنه يقول أهل الكوفة أسماءهم متكررة متشابهة هو أحمد بن الحسين ويبدو أن الأسماء هذه متكررة حسن حسين أحمد محمد ويدورون فيما بينهم فبالتالي يكنون أو يأتون بيكونة حتى يفرقونها بين الأسماء المتشابهة فكني بأبي الطيب لأسباب أنا والله لا أعرفها ولو أني لم أبحث في هذا الأمر وبالتالي هو ما كان يعني يحب كلمة أبي الطيب في بداية أول المتنبي أصلا حتى كلمة أبي الطيب اللقب هذا اللقب المتنبي لكن المقصد أنه لما نقول أنه سمى ابنه المحسد لم يصدر نفسه وبعد ذلك على أنه أبو المحسد المتنبي مثلا وهذا خلاص مش هتبه أين أين حياة أبو فجر ودي أعرف كذا أبو فقط الولادة والوفاء عشان الناس قد تتصور 303 أولد 303 أولد في محلة يقال لها الجعفة هو صحيح النسب جعفي وكذلك يعني جدته من بنيها متان وفكرة أن الرجل لم يكن صحيح النسب وأنه في عربيته يعني عروبته طعا ينفيه تنفيها أمور كثيرة أولها افتخاره العزي العظيم بنفسه يعني وإني من قوم كأن نفوسهم بهانف من أن تسكن اللحمة والعظمة صحيح وبنفسي فخر تلابي بالجدودي وبهم فخر كل من نطق الضادة وعوذ الجاني وغوث الطريدي فالرجل صحيح النسب وهذا الاعتداد العظيم بالنفس غالبا يعني لا يكون وراءه يعني طعم في النسب توفي ثلاثمية واربعة وخمسين فهو لم عمر يعني واحد وخمسين سنة المنطقة تنقل فيها من مصر إلى العراق خرج من العراق إلى الشام نقل في الشام فترة طويلة عاد للعراق ثم عاد للشام ثم خرج لمصر ثم عاد عودة أخيرة للعراق ثم ذهب إلى منطقة إيران يعني شيراز وما حولها بلاد فارس ومنها عاد يعني فهي منطقة ليست صغيرة لكن ليست واسعة ليست واسعة جدا يعني موضوع التعليم صراحة متنبي يعني كان في زمن المعارف فيه كان متعددة الفلسفة عن الكلام كان يسلمون علوم الأوائل اللغات وكان عالم متبحرا في اللغة ولم يقتل نفسه في هذه الصورة قتل نفسه منه شاعر ووظف المكنة اللغوية في شعره كنا قلنا في حلقة أبي تمام شيئا وأنا أكرره الآن الحكمة والمعارف هذان الأمران ظهورهما في شعر أبي الطيب أجمل لم يفقدا شعر أبي الطيب مائيته وعذوبته وانسيابه في الغالب في بدايات شعره كان يحاول إبراز المعارف والفلسفات بطريقة أخلت نوعا ما بمائية الشعر وعذوبته لكنه مع تقدم العمر ونضج التجربة زارتها للإشكالية والحكمة عندما كنت نبيتها وشميزتها أنها ذاتية تماما يعني هو ما يقولها ما تكون بعيدة عن فكرة فقط وعيشها أو يقولها أعتقد أنه ما يقول حكمة له وعيشها يعني أحيانا بعض الأبيات من شدة صدقها تجد يعني الحكمة المفترضة أنها تفتقد العاطف والأحرار المتنبي تجد فيها حكمة وفلسفة ومع ذلك فيها عاطفها جياشة يعني مثلا في قصيدة تهلامية اللي جيبانت اللي يقول إنعم ولذة فللأمور يا واخرون أبدا إذا كانت لهن أوائل جمح الزمان وفما لذيذ خالص مما يشوب ولا سرور كامل تشعرون هو يعني أهالي الحكمة يعني ما خرجت ما خرج فلسفة فقط هو عيشها يعني يقول نعم ولذة فللأموري أواخر وما كان المصيبة اللي تفتقد لها نهاية بالضبط السلام أبو مثل ما تفضلت في الحديث عن أبي طيب السفادة شخصية كيف كان مثل ما ذكر أبو فجر في البداية وهو طموحه كان عاليا جدا وفيه هذا هذه الروح المتوقدة الوثابة للمعالي هو يريد يعني أريد من زمن ذا أن يبلغني ما ليس يبلغه من نفسه الزمن هذا المعنى وإن كان عظيما في الشعري إلا أنه في الواقع حياته بالطيب المتنبي أراه ماثلا في تصرفاته في لقاءاته مع الحكام والملوك والأمراء حتى في الموقع البسيطة التي تحدث في تضعيف ديوان المتنبي نجد هذه الروح حاضرة حتى لما كان يتكلم في بعض القصاد البسيطة عن الشطرنج عن ألعاب بسيطة كذا نجد هذا الملمح قد لا يكون واضح بشكل كبير وهاكنه موجود وهذا بلا شك طبيعة شخصيته وبو الطيب شعره في الصبا وشعره في الكهولة وإن كان هناك ويبدو أنه هناك خط زمني واضح في المعاني نوعا ما إلا أن حديثه عن الحكمة وعن الروح المتوقدة لم يخبو لم يخبو لا زال يعني لم يخبو خبوه كامل قد يكون اعتدل قليلا صحيح ولكن لا زال طموحا حتى في نهاياته يعني حتى مثل ما تفضل أبو فجر لم يموت كبيرا في السن واحده خمسين سنة ولكن على الأقل يصل إلى مرحلة اعتدال كبيرة لم يعتد الكثير يعني في هذا الجانب أنت ذكرت فكرة مرة أن عظم المطامح والمطامع والآمال لما انكسر وإحبط لم تغب عنه هذه النفس الوثابة وهذا الكبرياء العجيب يعني حتى في قصيتي تأتي عليها لاحقان نونية في مرحلة إحباط شديد في مصر يسمعهم يتكلمون عنه وينعونوا في مجلسي في الدولة بما التعلل لا أهر ولا وطن ولا نديم ولا كأس ولا سكن وإيش البيت اللي بعده كفا بيجي أريد من زمن إذا أن يبلغني ما ليس يبلغه من نفسه الزمن يعني حممكن نأخذ نماذج من شعر الصبا هذه فكرة الفخر والاعتداد ظاهرة فيها بصورة أصرح لكن لم تغب فيه في شعره اللاحق أبدا يعني يقول ليس التعلل بالأمال من أربي ولا القناعة بالإقلال من شيمي ولا أظن بنات الدهر تتركني حتى تسد عليها طرقها هممي لمن ليالي التي أخنت على جدتي برقة الحال واعذرني ولا تلمي ويقول ردي حياذ الردايا نفس والتركي حياذ خوف الردا للشاء والنعم إن لم أذرك على الأرماح سائلة فلا دعيت ابن أم المجد والكرم أيملك الملك والأسياف ضاميئة والطير جائعة اللحم على وضمي من لو رآني يماء مات من ضماء ولو مثلت له في النوم لم ينمي معاد كل رقيق الشفرتين غدا ومن عصى من ملوك العرب ولا عجمي ويقول عش أزيزا أو مت وأنت كريم بين طعن القنى وخفق البنود فرؤوس الرماح أذهب للغيظ وأشفى لغل صدر الحقود لا كما قد حييت غير حميد وإذا مت مت غير فقيدي فاطلب العز في لضا وذري الذل وإن كان في جلال الخلود ويقول وأختم بها بيتين ومن يبغي ما أبغي من المجد والعلا تساوى المحابي عنده والمقاتل ألا ليست الحاجات إلا نفوسكم وليس لنا إلا السيوف وسائل الله أكبر ففي اعتدال عجيب بالنفس فرأة هذه الدليل ترى كتبة مما 18 سنة عش أزيزا ومثو أنت شاهد فهي من نصبها كان عظيم وترى فكرة في ديوانا وجدت أنه أقدم بها تلك كتبة ومما 18 سنة 13 وجميلة لولا مخاطبتي يقول أبل الهوى أسفا يوم النوى بدلي وفرق الهجر بين الجفن والوسن روح تردد في مثل الخلال إذا أطارت الريح عنها ثوب لم تبيني كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني لم ترني فكيف واحد بهذا السن الصغير 13 سنة يكتبها حيث يقول المتوسط بالضبط المتوسط يكتب بهذه العظم من أيضا بما أن الحديث عن قصائده في الصبا وأيضا عن شخصية المتنبي ما لا يعرفه يبدو لي كثير من متتبعي أو من جمهور المتنبي محبي المتنبي وهو شاعر عظيم أنه لغوي بارع وهذه لفتة يعرفها الباحثين في شعر المتنبي المتنبي طبعا لأنه من أهل الكوفة وتعرفونا في النحو هناك مدرسة تانية مدرسة البصرية مدرسة البصرية هي مدرسة تقليدية البصرية أتحدث عنها مدرسة تقليدية تهتم ب ما روي عن العرب ولغته الصحيحة وتبني عليها هذا بشكل مبسط أنا أتحدث عنها الكوفية أكثر حركة تنتج كلمات قياسا تبعث عن القياس مرينة أكثر فأبو الطيب بما نؤمن الكوفة فهو ينزع هذا المنزع يعني المنزع الكوفي في النحو وبالتالي تجد في قصائد كلمات قد يكون المتنبي أول من قال هذه الكلمة في العربية وهو قالها قياسا على كلمات أخرى عربية موجودة ولا تستطيع تخطياته وبالتالي يبدو لي أنه أكثر الذين يسهرون الجراء ويختصمون النحويين يعني يعني والنحويون هم الذين يختصمون حول الكلمة وذكر بن جني هذا الأمر يعني أنه في خلاف كثير يحدث بين النحويين على كلمات يذكر المتنبي والمتنبي طبعا لا يدخل في هذا الجدل يلقي الكلمة داخل القصيدة ويذهب ينام فعلا ينام ويسعر 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 وهذا الذي يعني متمرس أو سليقة النحوية دقيقة أو سليمة عندما يسمع هذا الشطر صبرت بادن هواك صبرت أم لم تصبرا يعني استغرب تصبرا لماذا بألف مطلقة فما يعرفه أن فعل مضارع مسبوق بلم الجازمة ولم الجازمة بالسكون وإن حركت حركت كسرا فكيف تحرك نصبا والمتنبي يتفطل لهذه الجزية وهو متعمد فبحثوا في هذا الأمر يعني وسهر النحويون يبحثون في هذا الأمر وذهب للنوم وطبعا هي مبدولة عن نون التوكيد المقصد لم تصبر الناء ونون التوكيد هذه مذكورة في شعر العربي القديم وفي تراث العربي القديم أنها تستبدل بعض الأحيان إذا بدلت بألف النصب الألف اللي هي عوض عن النصب وبالتالي جاء بها في هذا البيت أو بهذا الشطر بهذا المعنى وغراد هذا الأمر جميل في قصيدة له بس خلا في هذه قبر ودجيب القصيدة بادن هواكي بادن هواكي هو كتبها في ابن العميد صحيح فيه فلسفة عجيبة جميلة يعني شف هو يعطي الناس على أقداره عميد كاتب كبير ومفكر أصلا هو يعني أصلا أصلا أسلوبه أسلوبه الجاحظ نعم ترسل الجاحظ والجاحظ الثاني فتشعر الفلسفة عنده أكثر فتلقى القصيدة دي مليانة برموز فلسفية وفيها لعب وفيها ومطلعها مطلعها يا أخي أصف رحلة عجيبة عجيبة أنا ترى كل ما مطرت الحمد لله حين في الصيف والله العظيم أن البيت هذا حسبي الله عبر الطيب يقتل علي جمال المطر كل ما تذكرت المطلع هذا لأنه جعلها الدموع والسماء التي تمطر كأنها دموع على فراق الأحبة وكان يقول لو استطعت أوقفت هذه السماء أن تمطر كان يقول بعد هواك صبرت أم لم تصبر وبكاك إن لم يجري دمعك أو جار كم غر صبرك وابتسامك صاحبا لما رأاه وفي الحشام لا يرى أمر الفؤاد لسانه وجفونه فكتمنه وكفى بجسمك مخبرة تعيس المهار غير مهري غدا بمصور لبس الحرير مسورة نافست فيها صورة في سدره لو كنتها لخفيت حتى يظهر لا تترى بالأيدي المقيمة فوقه كسرى مقام الحاج بيني وقيصرة يقيان يقيان ماذا يقيان في أحد الهواجج مقلة الرحلة كان لها فوادية محجرة ولو استطعت إذ اغتلت روادهم لمنعت كل سحابة أن تمطر فإذا السحاب أخو غرى بفراقهم جعل الصياحة ببينهم أن يقطر وإذا الحمائل ما يخذن بنفنف إلا شققن عليه ثوبا أخضر يحملن مثل الروض إلا أنها أسبى مهاتا للقلوب وجوء ذره فبلحظها نكرت قناتي راهتي ضعفا وأنكر خاتمي الخنصرة أعطى الزمان فما قبلت أعطاه وأراد لي فأردت أن أتخير يا سلام يا أخي عجيب لو فيها المتح من منبئ الأعراب أني بعدهم جالست رسطاليسة والإسكندرا ورأيت بطلي موسى جامعة كتبه متبدية متحضرة ثناء على ابن العمية يشوف كيف أثناء على ابن العمية يعرف من العمية يعني رجل صاحب يعني يقول لي بعد هؤلاء ترجع يعني مما دحهم وهو يقدر لهم قدرهم يعني بعيدا عن مسألة السياسة مكانة الشخص وإن كان نكبه بعدين فإنه ألح عليه أن أروح إلى أدود الدولة نجح في الافتراضات ماذا لو هذا افتراض دائما ماذا لو وتتخيل فأنا أتساءل عادة بيني وبين نفسي ماذا لو كان المتنبي قبل الجاحظ وكان الجاحظ بعد المتنبي وأدرك الجاحظ تراث المتنبي ليس عصر المتنبي تراث المتنبي أنا أكاد أجزم أن المعري قام بجهد ولكن المعري كونه شاعرا قد يكون في مرحلة بعد ذلك عاد النظر فيما كتب عن المتنبي وبالتالي شرح ديوان المتنبي المنسوب أصلا ليبي العلا وليس يقين أنه ليبي العلا معجز أحمد معجز أحمد نعم هو يعني لغته أغلب الظني أن المعري لم يكتبه عجيب نعم أغلب الظني لا يوجد هناك قطعية في هذا المسألة ولكن لو كان الجاحظ هذا سؤال مهم لأن الجاحظ متفرد وذواقه مذهل في تأمل الأبيات وتأمل اللغة والغوص في المعاني وكشف المعاني المضمرة داخل هذه الأبيات المعلنة فماذا الأول هذا سؤال ما سأذكر في أبيات المتنبي هي أبيات في صباح وسنرى هذه الروح سنرى هذه المعاني سنرى هذه اللغة أيضا موجودة وحاضرة وهذه الحكمة السابقة طبعا القصيدة هي طويلة أنا سأذكر أنا فقط ثمانة أبيات فيها الجزيات المهمة يقول أحاد أم سداس في أحادي لليلتنا المنوطة بالتنادي يتحدث عن ليلة في أسبوع هل هذه كانت ليلة أو ستة ليالي في ليلة مجموعة في ليلة واحدة فأصبحت أسبوعا ليلة طويلة وهذه الحديث عنها طويل في الأدب العربي طول الليالي ويقول أحاد أم سداس في أحادي لليلتنا المنوطة بالتنادي متعلقة بيوم القيامة بيوم التنادي طويلة لن تنتهي إلى يوم القيامة كأن بنات نعش في دجاها خرائد سافرات في حداد أفكر في صباه يقول هذا المعنى يقول أفكر في معاقرة المنايا أفكر في معاقرة المنايا وقود الخيل مشرفة الهوادي زعيما للقنى الخطي عزمي بسفك دم الحواضر والبوادي إلى كم ذا التخلف والتواني إلى كم ذا التخلف والتواني وكم هذا التمادي في التمادي وشغل النفس عن طلب المعالي بكسب الشعر في سوق الكسادي وما ماضي الشباب بمسترد ولا يوم يمر بمستعادي متى لحظت بياض الشي بعيني فقد وجدته منها في السوادي يقول هذه المعاني يتوجد على الأيام وهو في صباه يبدو لنا بعمر داية العشرينات يعني 21 أو 22 يقول هذه المعاني ويقولها يعني مستشعرا بها لا يقولها تقليدا والتقليد يبدو وتكشفه الذائقة هو يعني يشعر وما ثم تفضلت قبل قليل عندما تصدر الحكمة عنه تصدر متوقدة منبعثة وكأنما نجمت عن باطنها للتو من داخل هذا الجسم من داخل هذا القلب فيها حرارة جميل وفي صبات ترى فكرة الحماسة عنده والقوة ترى أنا أعتقد المتنبي طوحة ملومة يعني يلازم فن دا اسلام لأنه كثير من الناس يعني يستغرب أنا لو كانت مثلا من لم يقرأ سيرة المتنبي شيء يتقبلها لكن حيانا والله شوف بعض الأشخاص المتمين بأدب الشعر وبعض يعني الأدباء وبعض المشايخ يعني يقولون هذا الرجل وضيع ونفسه دنيئة ومدريش أنا متنبي لم يكن كذلك كان عزيز النفس وكان شجاعا وكان مقداما وكريما وجوادا وكان يثبت في كل محرب ومعارك سيف الدولة كان يشارك فيها صحيح وأظن في بعض المعارك يعني ثبت عدد قليل فئة قليل لا تجاوز عشرة أشخاص مع سيف الدولة كان منهم متنبي فهو كان بهذه الشجاعة وهذه البسان لم يكن خوارا جبانا وينعكس هذا في شعره في بعض الأبيعات تجدها يعني مثل فكرة أنه يفكر في معاقرة المناء يعني تجد رجل أنه يعني لا ما عنده هذا الخوف من الموت وهذا لجل ذلك مثلا عنده سينية رائعة يقول ألذ ذو من المدام الخندريسي يا سلام وأحلى من معاطات الكؤوسي معاقرة الصفائحي وأحلى يقول ألذ ذو من المدام الخندريسي وأحلى من معاقرة الكؤوسي معاطات الصفائحي والعوالي وإدخالي خميسا في خميس خميسي أنا أدخل الخميس في الخميس والخميس هو الجيش خميس هو السبوع خميس هو الجيش خميسا لأنه مقسم إلى خمسة أقسام فالفكرة أنه بهذه الشجاعة وحتى وصفه لحروب سيف الدولة بنجيها في حلقة هذه هذا يعيدنا نفس النقطة الخصومة يعني الرجل بروزه وظهور نجمه ألحق جعل فيه خصومة شخصية لأنه كان تيام بنفسه وفيه خصومة أدبية يعني فيه عصره ومن بعده يعني هذه الخصومات نسبت إلى الرجل ما ليس فيه الرجل كان كريما وكان شجاعا وكان وإن كنت طبعا أنا هذا الصحيح لكن لو سلمنا جدلا أنه لم يتصف بشيء من الخلائق الحسن يتصف بها فيظلوا شعروا عظيما مبحث آخر فنيا أي فنيا ممكن مر على السجن يعني في ثلاثة دقائق وسرعة لأن تجربة السجن سجن كم عمر يمسجن؟ تقريبا هو سجن في أواخر 321 وخرج في 323 يعني تكلم من 17 تقريبا إلى 20 الرجل هذه من الانكسارات الأولى في الطموح طبعا لن نخوض في التفاصيل قيل أنه أظهر النسبة العلوية في منطقة معينة واتهموا كذبا فسجن لكن كان محبط ولما سجن أرسل له أبو دولف هو السجان أرسل له هدية فقال في أربعة أبيات يقول أهوين بطول الثواء والتلف والسجن والقيد يا أبو دولف غير اختيار قبلت بالركبي والجوع يرضي الأسود بالجياف كن أيها السجن كيف شئت فقد وطنت للموت نفسه معترفي لو كان سكنايا فيك منقصة لم يكن الدرق ساكن الصدفي صورة مألوف معروفة في موضوع السجن الكبرياء لم يأخذ منه لكن لما طال عليه الأمد بدأ يستعطف ويستلطف ويرسل الرسائل الفرسل يقول بيدي تغيروا اللغة هنا بيدي أيها الأمير الأريب لا لشيء إلا لأني غريب أو لأم لها إذا ذكرتني دم قلب بدمع عين سكوب إن أكن قبل أن رأيتك أخطأت فإني على يديك أتوب عائب عابرني لديك ومنه خلقت في ذوي العيوب العيوب موضوع منتهى فأرسل قصيدة وقيل أنه بسببها أخرج له الدالية ويظهر أنه هناك أسباب اجتمعات ساعدت على خروجه ولم تكن هذه القصيدة السبب الأوحد طبعا القصيدة الفائية الأولى يقال أنه كان يؤمل يعني دخول سيف الدولة إلى الشام المنطقة اللي هو قريب منها وأنه إذا علم بسجنه سيخرجه لكن تأخر وأبطى عليه سيف الدولة الاعتبارات السياسية وعسكرية فقال القصيدة هذه الأخيرة اللي فيها رجاء وفيها عتب يقول أمالك رقي ومن شأنه هبات اللجين وعطق العبيدي دعوتك عند انقطاع الرجاء والموت مني كحبل الوريدي دعوتك لما براني البلاء وأوهن رجلي ثقل الحديدي وقد كان مشيهما في النعار فقد صار مشيهما في القيودي وكنت من الناس في محفل فها أنا في محفل من قرودي فما لك تقبل زور الكلام وقدر الشهادة قدر الشهودي فلا تسمعن من الكاشحين ولا تعبأن بعجل اليهودي وكن فارقا بين دعوة أردت ودعوة فعلت بشأو بعيد وفي جودي كفي كما جتلي بنفسي ولو كنت أشقى ثموتي شوف لما يقول وكن فارقا بين دعوة أردت أردت شيئا أردت ما فعله الله أعلم هو هذا الشيء دعاء نبوة ولا بطامع سياسية أخرى أخياتي ما تنبي؟ متنبي مذهل في هذه المعاني خاصة في القصائد مثل ما تفضلت القصائد الأخرى قصائد الملوك وقصائد الأمراء لها طريقة في البناء وطريقة في إنتاج المعاني لكن هذه القصائد التي صدقنا أن أقول هي قصيدة تجربة تجربة هي مرة بتجربة معينة وكتب قصيدة عن هذه التجربة هو لا يريد الآن أن يمدح شخصا أو يصف شيئا ذاتية نعم وبما أننا عندنا مرونة في الحديث عن القصائد المراحل سأنتقل من الصمة إلى المرحلة متقدمة في المتنبي لكن يتقاطع معك في قصيدة تجربة وهي قصيدة الهروب الهروب الكبير الهروب المتنبي أقام في مصر حاول تقنعني أن قصيدة المقصورة هذه اللي بتقولها أفضل من مقصورة الجواهري فأنا عندي تفضيل مقصورة الجواهري فأنت يعني حاول تقنعني هونت عندك انحيازاتك الذاتية مرورة مصرقة يعني شباب أبو بجر يزعل لذا أنا مدحت الجواهري وما يبيني أزعل لذا هو أثناء المتنبي لا أنا ما أقول شيئا هي لك أظن أن الجواهري لو سمعك نفسه الجواهري وكفى بذلك حجة أسلم الحديث يعني عطنا سياقة لها ثلاث فاطل لا تفاضل بس أنت يعني حاول تظهر أجمل ما فيها لعله يراضيك بقصيدة من الجواهري يعني متنبيه ممكن اتفاق جيد اتفاق جيد اتفاق جيد المتنبي الآن طبعا نحن نأخذ وهذا من الأشياء التي أدخل في جانب آخر في القصيدة نحن نأخذ القصيدة بجماليات ولا نأخذ بعض الأحيان بعض الأحيان لا نأخذ القصيدة بالتجربة الذاتية المتنبي المتنبي في أزم يعني الموت الموضوع له علاقة بالموت فهروبه لم يكن ترفا هو تعطي محاولة اغتيال الآن الموضوع هناك متربصون هو الآن قام في مصر ولم يعني هو ذهب إلى مصر منكسرا يريد أن لعله يجد شيئا وهو أصلا غير راغب داخليا في مدح كافور ولكن لعله يجد يعني عوزه وما يريده عنده كافور وزاد عليه هذا الأمر أنه لم يجد ما يريد وأيضا قد مدح كافورا وهذا شيء كان صعبا عليه نفسيا وتكالبت عليها الأمراض وبعيد عن أهله والخصوم يتكلمون فيه والخصوم والشامتون كثر وفوق ذلك يأتي كافور ويضرب عليه قامة جبرية جيرانه كانوا كانوا أصحاب أخبار خبر يعني كانوا يترصدونه ويقولون أخبار وبتالي هو يعرف ذلك وهو قرر الآن أن يهرب من مصر وبدأ يعد العدة ويظهر أنه مقيم الأمر صعب نحن نقول هو كان يسأل عن بيت جديد ومكان يريد أن يوهم الناس أنه قامته ستطول وهو في نفس الوقت كان يحضر يذهب للصحراء يدفن سيوفه ودروعه وإحماله الثقيلة بعيدا في الطريق في طريق النان بعد أن تزود وقرر الانطلاق في ليلة العيد وكان الناس مشغولون بالعيد انطلق في الليل وكان هناك مسار لهذه الرحلة خلده المتنبي في هذه القصيدة المسار طبعا استمرت تقريبا الرحلة كاملة قرابة الأربعة أشهر مدة طويلة ولكن في القصيدة كانت لا لأن القصيدة عادة تأتي بالمظهر الأسطوري للعملية وبالتالي جاءت بشكل آخر فهو في القصيدة كان يذكر أماكن لأنه هو أنتقل من مصر من الفستاط إلى صحراء سيناء من صحراء سيناء دخل على صحراء النقب شمال الممكة ربيس السعودية تحدث عن الجوف وتحدث عن بسيطة وتحدث عن عقدة الجوف اللي هي دومة الجندل وصور والليه صوير الآن والشغور شغار الآن اسمها وغيرها وحتى دخل إلى العراق وصل إلى الكوفة وثم تحول في القصيدة تحولاً مذهلاً بعد أن طبعاً ذكر هذه الأماكن والتنقل بينها هكذا أتصور المشهد وكاني أرى فيلماً سينوائياً عندما وصل إلى المنطقة الآمنة وقف والتفت إلى الخلف وبدأ ينظر إلى مسار الرحلة كاملاً وكتب القصيدة وبعد أن نظر هذا المسار كاملاً وكتب القصيدة أنا هكذا أتصور المشهد أسطوري بالنسبة لي كتب القصيدة وبدأ يفخر بنفسي بعد أن نجع لأن الأمر نحن الأمر الأمر صعب الأمر صعب الموت أنا أتحدث عن الموت الرجل سيموت وسيقتل وهو لا يتحرك فرداً هو وأسرته وماله ما كان لكي بنوك يضع فيها الأموال هو الأموال يقلها معه وعبيده معه والذين كانوا أيضاً لا يريدون هذا الأمر وتعرض لمحاولة اغتيال في الهروب من أحد العبيد الذين معه وكتب في ذلك وتعرض لخيانات فالقصيدة حتى تتأملها وتستشعرها تراها في هذه الرحلة كاملة فبدايتها وهذا مبحث عند العرب قديماً هو مبحث التفدية في بداية أو في القصائد فديتك أفديك إلى آخره وذكرني فيها بالشاعر الجاهلي الحارث الجرمي لما كان في معركة الكناب وخلاص يحتاج له الهروب لأنه هناك موت في المعركة بدأ القتل يكثر ويضعف قومه وحصانه بدأ يجهد ويطارد من قبل الخصوم ويريدنا قتله فماذا فعل؟ قفز من الحصان وبدأ يركض على قدمه ونجى فكتب قصيدة يتفدى رجليه بأمه وخالته شكال بالله قال فدا لكما رجلي أمي وخالتي يفدي رجليه بأمه وخالته يعني العز يقول فدا لكما رجلي أمي وخالتي غداة الكلاب إذ تحز الدوابر نجوت نجاء لم يرى الناس مثله كأني عقاب فوق تيمن كاسر لماذا العقاب؟ هو يريد القول ذلك العقاب طائر وكانه يقول لم أركض أنا كنت أطير يعني من سرعته ومن سرعته وكأنه يطير وهذا عظيم فالتفدي أو التفدية في الشعر مبحث هو من المبحث التي يحتاج لها النظر فالمتنبي في هذه القصيدة يبدأ بهذا المعنى بهذا المعنى يقول يقول ألا كل ماشية الخيزلة كل أنثى تمشي ماشي الغنج وماشي الدلع وماشي الرقة فدى كل ماشية الهيذبة كل امرأة تذهب فداء كل امرأة تذهب فداء لهذه الناقة الجسورة القوية لأنه في اللحظة هذه لا يريد ماشيا جميلا وماشيا ناعة يريد من يمشي ماشيا سريعا وثابا فهو يفدي هذه النوق التي أنجته من كافور بمشي النساء الجميل يقول ألا كل ماشية الخيزلة فداء كل ماشية الهيذبة وكل نجاة بجاوية خنوف وما بي حسن المشاء أنا لا أريد المشي الحسن أنا لا أريد في هذه اللحظة لا أريد حسن المشاء ولكنهن حبال الحيات ولكنهن حبال الحيات وكيد العدات وميط الأذى هذه النوق هي كيد العدات هي حبل الحياة أولا هي الآن أنا أتوصل للحيات عن طريق هذه النوق ولكنهن حبال الحيات وكيد العدات وميط الأذى ضربت بها التيها ضرب القمار إما لهذا وإما لذا وأمس ضربت بها التيها ضرب القمار إما لهذا وإما لذا إذا فزعت إذا فزعت قدمتها الجياد وبيض السيوف وسمر القنى فمرت بنخل وفي ركبها عن العالمين وعنه غنى وأمس تخيرنا بالنقاب وادي المياه ووادي القرى فقلنا لها أين أرض العراقي فقالت ونحن بتربانا ها وهبت بحسما هبوب الدبور مستقبلات مهب الصبا روام الكفاف وكبد الوهادي وجار البويرة وادي الغضا وجابت بسيطة جوب الرداء بين النعام وبين المهى إلى عقدة الجوف حتى شفت بماء الجراوي بعض الصدى ولاح لها صور والصباح ولاح الشغور لها والضحى ومس الجميعية دئداؤها وغاد الأضارع ثم الدنى فيالك ليلا على أعكش أحمى البلادي خفي الصوى وردنا الرهيمة في جوزه وباقيه أكثر مما مضى فلما أنخنا ركزنا الرماح فوق مكارمنا والعلا فلما أقمنا فلما أنخنا ركزنا الرماح فوق مكارمنا والعلا وبتنا نقبل أسيافنا ونمسعها من دماء العدى لتعلم مصر ومن بالعراق ومن بالعواصم أني الفتى وأني وفيت وأني أبيت وأني عتوت على من عت وما كل من قال قولا وفا ولا كل من سيم خسفا أبى ولا بد للقلب من آلة ورأي يصدع ثم الصفا ومن يك قلب كقلبي له يشق إلى العز قلب التوى وكل طريق أتاه الفتى على قدر الرجل فيه الخطى ونام الخويد مع الليلنا وقد نام قبل عمن لا كرى ومن جهلت نفسه قدره رأى غيره منه ما لا يرى إلى آخر القصيدة وهي قصيدة طويلة وأنا جاوزتها إلى البيت الأخير ومن جهلت نفسه قدره رأى غيره منه ما لا يرى يسقط في هذا البيت على كافور أن كافور تأمل في نفسه السلطة والقوة وهو في حقيقته عكس ذلك وأنا أرى أن البيت أيضا يصلح أيضا على المتنبي نفسه فالمتنبي جهلت نفسه قدره عندما ذهب إلى كافور فرأى كافور من المتنبي ما لا يراه المتنبي في نفسه ولكنه تفطى لذلك ونجى بنفسه فهذه القصيدة وهي من أروع ما كتب المتنبي كقصيدة متماسكة ممتدة من بدايتها إلى نهاية تصف تجربة إنسانية عظيمة جدا يا أخي تجربة الفرار هذه عجيبة عجيبة أنه فعلا ترى حتى قصيدته فيه جاء كافور ليعيده مبيت يعني تشعر فيه أن الرجل فيه خيبة خيبة يعني هو الموضوع مو فقط والله موضوع شخصي فقط أنه والله ما أعطاني أو شي يعني هو يشعر مثل ما قلت أنه وضع نفسه في مكان لا يليقبه بالضبط إخياني ليت جيت هنا أنا وشو لحطت حدي في الموقف هو بداية حياته كان يذن ما يسميه دولة الخدم وردت هكذا في شعره وكان حتى يمدخل بغداد ومدح برهيم التنوخي وغيره أبعا يمدح البويهين من الديرم ومعاجم لأن عنده هذا الموقف يحتقر هؤلاء ويزدريهم ولا يرغم شيئا وهذا السياق معرفته ضرورية لمعرفة الممدوحين وأنا كنت أود أن أرجع أول حلقة القادمة لك أذكر طرفا منه فقط كان البويهيون يمدحون وكان الحمدانيون يمدحون والناس يعني يعرفون من يمدحون هؤلاء ومن يمدح هؤلاء المتنبي رأى في بعض الممدوحين استحقاقا للمدحي كبدر بن عمار طبعا سيف الدولة وأبو العشائر وغيرهم ومدحهم ومدح آخرين طلبا للمال والرزق لا محبة لهم ولا يعني إكبارا أو إعجابا وجلالا لهم والمتنبي في آخر حياته حصل له قلنا قبل شوي أكثر أكثر ما أعلك ما شفاك إن المتنبي حصل له ما كان يخشاه إنه كان يحتقل دولة الخدم ولا يرى نفسه مدح الله ولا لكنه في النهاية مدح كافور بكصائد عظيمة ورحمد العضل الدولة البويهيين فهو محبط ويعرف تماما أنه وصل لهذا الدرك الذي ما كان يخطر على باله أن يصل إليه ولا شك أنه إحباط رهيب جدا يعني مخيف فكان لابد أن يموت كان لابد أن يموت بس أبو أصيل الأنمح الماحة يعني أنا وانت تقول القصيدة هذه عظمتها وانت جليت فيها التكثيف هذا تكثيف الأوقات وسرعة المناطق والمواضع التي رحلها نعم لكنه قال عيد بأي حال جزما إيش قبلها الضبط طيب يعني كأنه كان يهيئ النفس لهذه القصيدة العظيمة التي توجز الفكرة مع استصحابي ما سأقوله الآن منع الكوفيين والأعداء له من دخول الكوفة لزيارة جدته هذه القصيدة يعني هو لا يقصد بها فقط كافور ومصر ويريد أن يخاطب بها كل الخصوم القدماء والمحدثين كافور في مصر والأعداء القدماء في الكوفة الذين منعوه من أحب شيء وهذا ترى هذا إحباط شديد يعني جدته وأمه أنه كان يتيما فتربى عندها وبتالي هو يقصد عندما قال ومن بالعراق ومن بالعراق يقصده ما ولا وهو قال عند الكوفة تماما فهو يريد أن أمس حمس قال ومن بالعواصم طبعا هذا في الأمس قال عظيمة كأنه يقصد مين هو أنا هكذا يعني أنا أكاد ما أعلم ذلك هذا أمر المعنى في بطن الشاعر كما يقال وأنا أقرأ هذه القصيدة عندما يقول المتنبي لتعلم مصر ومن بالعراق ومن بالعواصم بأني الفتى وكأني أنا أقول أن المتنبي لم يضع كلمة العواصم أساسا هو كان يقول لتعلم مصر ومن بالعراقي ومن بالشآم بأني الفتى هو يقصد سيف الدولة وبالتالي هو لأن هناك نزع في النفس لا زال في القلب شيء خيبة خيبة فلم يذكرها وقال العواصم وأجمل في العبارة ولكن هو لا يعلم من العواصم إلا حل الشام يعني حلب يعني هو فدع ذكر مدري إيش في القصير حقت قرأت الكتاب بر الكتب فسمعا لأمري أمير فهمت الكتاب بر الكتب يعني موضوع علاقة وسل الدولة طويل لكن في ثلاثمائة وخبس ثلاثين استجفدته جدته وشكته بعده وطلبت منه أن يزور فتوجه العراق منعه وخصومه من دخول الكوفة فأرسل إليها كتابا يسألها المسيرة إليه فرحت فرحا شديدا ولما أرادت يعني أن ترحل ماتت فحمت واغتمت وماتت طبعا يقال أنهم كذبوا عليها وقالوا أنهم تنبي مات فماتت لهذا فقال ألا لا أري الأحداث حمدا ولا ذم فما بطشها جهلا ولا كفها حلم لكن الله من مفجوعة بحبيبها قتيلة شوق غير ملحقها وصم أحن إلى الكأس التي شربت بها وأهوال مثواها التراب وما ضم بكيت عليها خيفة في حياتها وذاق كلانا ثكل صاحبه قدم ولو قتل الهجر المحبين كلهم مضاب لدنباق أجدت له صرما عرفت الليالي قبل ما صنعت بنا فلما دهتني لم تزدني بها إما أتاها كتابي بعد يأس وترحة فماتت سرورا بي فمتت بها غم حرام على قلب السرور فإنني أعد الذي ماتت به بعدها سما طلبت لها حظا ففاتت وفاتني وقد رضيت بي ورضيت بها قسمة كانت ترضى جواري وقربي لكن المطامح والرغبات جعلته يبعب قل فأصبحت أستسقي الغمامة لقبرها وقد كنت أستسقي الوغى والقنى الصمى وكنت قبيل الموت أستعظم النوا فقد صارت الصغرى التي كانت العظمى هبيني أخذت الثأر فيك من العدى فكيف بأخذ الثأر فيك من الحمى ومن سدت الدنيا علي لضيقها ولكن طرفا لا أراك به أعمى لإلا الذ يوم الشامتين الشامتين البداية يسخر منهم بعد سنوات رحلة طويلة لإلا الذ يوم الشامتين بيومها فما ولدت مني لأنفهموا رغما تغرب لا مستعظما غير نفسه ولا قابلا إلا لخالقه حكما ولا سالكا إلا فؤاد عجاجة ولا واجدا إلا لمكرمة طعما يقولون لما أنت في كل بلدة وما تبتغي ما أبتغي جل أن يسمى وإني لمن قوم كأن نفوسهم بها أنف أن تسكن اللحم والعظمى كذان يا دنيا إذا شئت فاذهبي ويا نفس زيدي في كرائي ها قدمة فلا عبرت بساعة لا تعزني ولا صحبتني موجة تقبر الظل الله 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 شفاء هذه القصادة الذاتية أنا أعتقد المتنبه هنا مو في مدائح وحتى في مدائحه أفرق بين المتنبه في مدحه مثلا لسيف الدولة أمار إيه وبالعمار ولا سيف ولا عضو الدولة ولا كافورها شف العظم والعزة ترى يتجلى حتى نظرة النفسه عظيمة جدا في هذه القصيدة حتى في رثاء مثلا من دخلنا باب الرثاء ترى في مراثين المتنبه كان يتكلفوا في مراثي كان المتنبه صادق فيه صحيح مثل مرثيته لأم سيف الدولة يا الله الآمية هذه أسلم سيف الدولة قال أعزي بها قال نعد المشرفية والعوالي وتقتلنا المنون بلا قتاله ونرتبط السوابق مقربات وما ينجينا من خبب الليالي وهانا فما أبالي بالرزايا لأني من تفعت بأن أبالي رماني الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء مني بالي فصرت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال ثم عندنا يرثيها يقول ولو كان النساء كمان عاب لم كمان فقدنا لفضلة النساء على الرجال وفما التأنيث والاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للحلال بدأين فيها بيت شوف الفلسفة المتنبي يقول يكفن بعضنا بعضا ويمشي أواخرنا على هام الأوالي هذا خذ خذ المعالي لمن قال فخفي في الوطن ما أظن أديم الأرض إلا من هذه العيد سادي أظن أنه لم يستطع على معنى المتنبي وإن كان المعارية قد يكون أجمل لكن نكفن بعضنا بعضا وتمشي أواخرنا على هام الأوالي فالمتنبي المتنبي في رثائه هذا عظيم وحتى في عزاء وهنا في نفس القصيدة يقول أشيف الدولة تستنجد بصبر وأين لمثل صبر الجبال وأنت تعلم الناس التعزي وقود الحرب في الحرب السجاري القصيدة عظيمة عظيمة جدا مرثيتو في أمسي في ذوكات عظيمة وانظر إلى العكس مثلا في بعض المراث اللي كان يتكلف فيها مثلا أو خلنا نجيب قصيدة أخرى مثلا قصيدة صارقة في الرثاء حق أبو شجاع فهدك الحزن يقلق والتجمل يردع والدمع بينهما صي طيّع يتنازعان دموع عين مزهد هذا يجيء بها وهذا يرجع النوم بعد أبي شجاع نافر والليل معين والكواكب ظلعه يعني يقول إني لأجبنه يقول إني لأجبنه من فراقي أحبتي وتحس روحي بالحمام فأشجعه ويزيدني غضب الأعادي سطوة ويلم بيعتب الصديقي فأجسع الله وبعد أن يفياه يقول يقول كنا نظن دياره مملوئة ذهبا فمات وكل دار بلقعه فإذا المكارم والصوارم والقناة وبناته أعوج كل شيء يجمعه يقول كنا نظنه غنيا وإنما مات ما أحد شيء بدأني يقول آخر بيت يا الله لا قلبت أيدي الفوارس بعده رمحا ولا حملت جوادا أربعه يا الله خلاص ليش نقلب الرماح والسيوف من بعده جيب هذا القصيد يا أخي هذا يأكد ما ذكرناه قبل قرير مسألة الرجل وفاءه الرجل فيه وفاء وكان ينزل الناس منازلهم يعني هذا الكلام عن الصداقة نبيه العظيم ويلم بيعتب الصديقي فأجزعه كلمة عظيمة لا يقولها غالبا الرجل صادق يقدر الناس قدرهم وأذكر هنا خمسة أبيات فقط الفائية العظيمة اللي قالها عن أبي العشائر لما بعد قصية وحرق البانتي وحرق البانا لاحقا لكن شوف الوفاء هو لا يستوي عنده هذا الرجل أراد أن يقتله أراد أن أرسل غلمانا لما خرج من عند سيف الدولة بعد قصية وحرق البانا مباشرة أو بعد فاصل فرموه بالنبل فنجأ منهم بيعجوه فلما أوشك أن ينجو قال له أتعرف من نحن من؟ قال من؟ قال نحن غلمانا بالعشائر ما يقول؟ يقول ومن تسب عندي إلى من أحبه وللنبل حولي من يديه حفيف فهيج من شوقي وما من مذلة حننت ولكن الكريم ألوف وكل ودادي لا يدوم على الأذى دوام ودادي للحسين ضعيف فإن يكن الفعل الذي ساء واحدا فأفعاله الله سررنا ألوف ونفسي له نفس الفداء لنفسه ولكن بعض المالكين عنيف بالله هذه أبيعة تقولها واحد لرجل أراد أن يقتله لكنه يعرف السياق والظروف ومن الذي دعا أبا العشائر لأن يقتله ويعرف للرجل يقدره مكان ويحفظ له وفائل وفائل وخريقته ألوف اللغوة وذدت إلى الصبال فارقته شيء بموجع القلب باكيه فهو بهذا الشكل العجيب هذا الحرارة في رثائي في المراث اللي ذكرناها قبل قليل تتنافى مثلا مع مرثيته في رجل نسي تسموه لكن دفعوا له مالا ليرثيه أبنائه فكان قال إني لا أعلم والأبيب خبيره أن الحياة تواين حرص تغرور وبديت فلسف في كده ست سبع بيات ثم قال أبيات عظيمة في الرتاة في المدح لكنها واضحة أنها تفتقد العاطف اللي قال ما كنت أرجوه قبل أن عشيك أنا رأى رضوه على عيد الرجال يسير فالعظم يعني وانكم يعني تكلفها مدفوعة له لكنه عظيم حتى في تكلفيه صحيح فيه شي مراثي كماذا كذلك المتنبي وفجر غير مرثية هو من المراثي التي رث بها يعني عمت أو والدت أو جدت أض الدورة من آخر المقال مشوبة بالحزن حكمة صافية ليس فيها يعني أمور أخرى اللي يقول لابد للمرء من ضجعة لا تقرب المضجعة عن جنبه نحن بن الموتى فما بالنا نعاف ما لابد من شربه يموت رائضاء في جهله ميتة جالي نوس في طبه وربما زاد على عمره وزاد في الأمن على سربه وغاية المفرط في سلمه كغاية المفرط في حربه فما قضى حاجته طالب فؤاده يخفق من رعبه وعلى طال المراثي بس نود يسمع أبو بلقيس عندك شيء في هذا السياق في المراثي ما أحفظ شيء في هذا الجزئية ولكن أعرف المتنبي وهذه طبعا من الأشياء اللي وثيرت حول شخصيته لما نقول أنه نسب المتنبي أتحدث عن ذلك طيب هو لم يرثي إلا جدته لم يرثي ومع أقارب لم يرثي زوجته 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 ذكرها في أنطاكية في أنطاكية لكن أنا أقصد النسب لا أقصد نعم أنا في هذه الجزئية بالذات هو نسبه من أبيه وأمه فيه حديث حوله حديث كبيرين وهذا ليس سرا موجود فيه وهناك شيء هناك شيء غامض في هذه الجزئية المتنبي لم يعرج على هذه الجزئية ولم يذكر فيها شيئا لم يذكر الأب لا يعرف اسم أبو الطيب وفيه خلاف ما اسم أبيه يعني يقال حسين عبد الصمد يقال حسن ويقال في المراثي ما أعلم لماذا هذه الجزئية المتنبي تغيب فعلا في شعره وموضوع أهله هو حقيقة أهله جدته يعني ما في حديث إلا عن الجدة لكن إذا مدتك نتكلم عن جزئية سريعة وهي جزئية لذكرها أبو فهر الشيخ محمود شاكر مسألة خولة أخت سيف الدولة وأن المتنبي كان يحبها وأن في نفسه تجاهها شيئا بل قيل إن سيف الدولة ربما وعده بالزواج منها وهذا من أسباب الجفوت التي حلت بينهما أنه لم يحقق له هذه الرقبة وهذا الموعود الحقيقة أن الدليل الأعظم هو المقارنة بين قصيدتين لامية قالها المتنبي 344 رث فيها الأخت الصغرى وهو لم يرثيها إلا في بيت واحد أو بيتين ليس فيه ما شيء من الرثاء وكان يعزي سيف الدولة في هذا الفقد والقصيدة الأخرى البائية لـ 352 قبيل الوفاء بفترة بسيطة وهي قصيدة عظيمة فيها 33 بيتا يعني 33 بيتا في خولة في ثنائها وإطرائها بل والتغزل بها نعم نعم الفارق بين القصيدتين كبير البون شاسع والفارق واسع وهذا يستعي احتمال وجود شيء لكن هل يصل هذا الاحتمال لما ذكرها بوفير الحقيقة هناك شيء الله أعلم به لأنه في هذه القصيدة اللامية التي رث فيها الأخت الصغرى يعني لم يأتي على شيء مما قاله في القصيدة الأخرى بالله يتأمل يقول إي يكن صبر ذي الرزية فضلا تكون الأفضل الأعزل أجلى أنت يا فوق أن تعزى عن الأحباب فوق الذي يعزيك قبل وبألفاظك اهتدا فإذا عزاك قال الذي له قلت قبل قد بلوت الخطوب مرا وحلوا وسلكت الأيام حزنا وسهلا وقتلت الزمان علما فما يغرب قولا ولا يجدد فعلا أجد الحزن فيك حفا وعقلا وأراه في الخلق ذعرا وجهلا لك إلف يجره وإذا ما كرم الأصل كان للإلف أصلا ووفاء نبت فيه ولكن لم يزل للوفاء يا أهلك أهلا إن خير الدموع عونا لدمع بعثته رعاية فاستهلا أين ذي الرقة التي لك في الحرب إذا استكرها الحديث وصلها أين خلفتها غدا تلقيت الروم والهام بالصواري بتفلى قاسمتك المنون الآن يقول الفكرة هذه عندك أختين المنون استعجرت وخاتيش الصغرى فتصبر لأن التي بقيتها ليش هي الأعظم والأجل ثم يعود ويذكر نفس الفكرة في البائية التي عليها يقول قاسمتك المنون أخذن بما أقدرن سر عن الفؤاد وسلة وتيقنت أن حظك أوفى وتبينت أن جدك أعلى ولعمري لقد شغلت المنايا بالأعادي فكيف يطلبن شغلة شوف بعدها ماذا يقول عن هذا المسكين الغلبان اللي ماتت قل خطبة للحمام ليس خطبة شوف العين خطبة خطبة للحمام ليس لها رد وإن كانت المسمات ثكلة وإذا لم تجد من الناس كفوا ذات خدر أرادت الموت بعلها يغرب على ظني المتنبي قال هذه القصيدة وهو عنده آمار وطموحات وكان بسوط كان سعيد شوش يقول بعدها ولذيذ الحياة أنفسه في النفس هذا يعزيل الآن ويذكر إيش لذيذ الحياة يقول ولذيذ الحياة يقوله انبسط يعني ولذيذ الحياة أنفسه في النفس وأشهى من أي ملة وأحلى وإذا الشيخ قال أفن فما ملة الحياة وإنما الضعف ملة آلة العيش صحة وشباب فإذا وليها عن المرء ول أبدا تسترد ما تهاب الدنيا فيالي تجودها كان بأخلا تمر السنين نصل 352 يحصل الفقد بعد الغربة وما خرج من عند كافور فيقول البائية العظيمة في هذا الرثاء ويعزيه تعزي حقيقية ويثني عليها ولذلك اللي يتأمل القصيدتين فقط بعيد عن أي أمور أخرى مع أنه في شوهد أخرى زي الميمية التي عليها لاحقا يقف علىها شيء هل هذا الشيء هو فعلا محبة ووعد بالزواج الله عنا يا أخت خيري أخ يا بنت خيري أبي كناية به ما عن أشرف النسبي أجل قدرك أن تسمي مؤبنة ومن يصفك فقد سماك للعربي لا يملك الطرب المحزون منطقه ودمعه وهما في قبضة الطربي قدرت يا موت كم أفنيت من عدد بمن أصبت وكم أسكت من لجبي وكم صحبت أخاها في منازلة وكم سألت فلم يبخل ولم تخبي وعاد هنا لكتنا مشوب بالحزن غدرت يا موت كم أفنيت من عدد بمن أصبت وكم أسكت من لجبي وكم صحبت أخاها في منازلة وكم سألت فلم يبخل ولم تخبي طوال جزيرة الجزيرة الفراتية طوال جزيرة حتى جاءني خبر فزعت فيه بآمالي إلى الكذب حتى إذا لم يدع لصدقه أملا شرقت بالدمع حتى كاد يشرق بي تعثرت به في الأفواه ألسنها والبرد في الطرق والأقلام في الكتب كأن فعلة لم تملأ مواكبها ديار بكر ولم تخلع ولم تهيبي ولم ترد حياتا بعد تولية ولم تغث داعيا بالويل والحرب يرى العراق طويل الليل مذنوعية يا الله فكيف ليل فتى الفتيان في حالة يظن أن فؤادي لا أشركنك إيش قالوا في رأس لا أشركنك في الله وإن طرقتك ما شركتك في النعمة والرغتي هذه المشاركة في المواساة دائما يقولها في الدولة المتنبي من ناحية وفراس من ناحية نحن معك فالحزن يظن أن فؤادي غير ملتهب وأن دمع جفوني غير منسكبي بلا وحرمة من يعني يقسم بها ويقسم بحرمتها بلا وحرمة من كانت مراعية لحرمة المجد والقصاد والأدبي ومن مضت غير موروث خلائقها وإن مضت يدها موروثة النشب وهمها في العلا والمجد ناشئة وهم أترابها في اللهو واللعب يعلمنا حين تحي حسن مبسمها وليس يعلم إلا الله الشنب الشي بالريق الشنب بالريق فليت طالعة الشمسين غائبة وليت غائبة الشمسين لم تغيبي وليت عين التي آب النهار بها فداء عين التي زالت ولم تأبي فما تقلد بالياقوت مشبهها ولا تقلد بالهندية القضبي ولا ذكرت جميلا من صناعها إلا بكيت ولا أود بلا سببي قد كان كل حجاب دون رؤيتها فما قنعت لها يا رضو بالحجبي ولا رأيت عيون الإنس تدركها فهل حسدت عليها عين الشهبي وهل سمعت سلاما لي ألم بها فقد أطلت وما سلمت من كثبي يا أحسن الصبر زر أولى القلوب بها وقل لصاحبه يا أنفع السحبي وأكرم الناس لا مستثنيا أحدا من الكرام سوى آبائك النجبي قد كان قاسمك الشخصين دهرهما وعاش درهما المفدي بالذهب وعاد في طلب المتروك تاركه النال نغفل والأيام في طلبي وهذا المقطع اللي بعده يبكيني لأنه خلاص قال له أنا يعني هناك أخذ الصغرى على أمل أن الكبرى تبقى الآن حتى الكبرى زالت التعزية انتهت يصيه وكأنه يبكي لصديقي وحبيب سي في الدولة يقول فلا تنالك الليالي إن أيديها إذا ضرب كسرنا النبع بالغربي ولا يؤننا عدوا أن تقاهره فإنهن يصدنا الصقر بالخربي وإن سررنا بمحبوب فجعنا به وقد أتينك في الحالين بالعجب وربما احتسب الإنسان غايتها وفاجأته بأمر غير محتسب وما قضى أحد منها لبانته ولن تهى أرب إلا إلى أربي تخالف الناس حتى لا اتفاق لهم إلا على شجب والخلف في الشجب فقيل تخلص روح المرء سالمة وقيل تشرك جسم المرء في العظبي ومن تفكر في الدنيا ومهجته أقامه الفكر بين العجز والتحدي فالنظر بين القصيدتين تفاوض كبير يدل على أنه ثمت شي حتى وإن كانت صداقة ومودة يعني عادية قد تكون لتلك المرأة خولة فعلا في المجتمع والكرم والأدب والمعارف مكانة مغايرة للصغرى المسكينة كانوا يقولها يعني أما الزوج أما القبرين نعم يا أخي عجيب وقالها في العراق ما كان ماذا في العراق هو في العراق بعد العادة الجزيرة طول الجزيرة الجزيرة الفراتية نعم الجزيرة الفراتية طول الجزيرة حتى جاء خبرون فزيتوا فيه بأمالي إلى الكذيب حتى يتعلم يدعلي صدقه أما لنشرقته بالدم حتى كاد يشرقه يا سلام هلترى أصبحت حتى في بعض غصوم يعني مثل أن يذكرنا الصاحب العباد كان يعني بينه وبين المتنبي المتنبي كان لا يمدع فكان يرفض نياتي أحد ويذكر لها أي بيات المتنبي حتى إذا ماتت له ماتت له أخت للصاحب بن عباد أتت رسائل من الملوك ويعزوه كلها تفتتح بطول جزيرة الجزاني أسلام القيس جميل أليس تتكلم بقصيدة أخرى وأتحدث عن قصيدة أخرى قصيدة خاصة أنا أما أترى هذه قصيدة ملومكما الخصوصية شرحنا الخصوصية خاصة أنا من جيدة الرياضة أنا تعبان فكانت يعني يا أخي حر الرياض عندنا ما هي شوما جد أمتها يعني يعني يحرم أنا هو يعني تعب ما أعرفش ما علاقة بلدهم طفهم كيف طفهم كيف في الغرفة أنا ما أدري لو كان الواحد يعرف سباب المرض كانت توخاه لكن لا تعرف من أين أجع يأتيك يعني سلامتكم الله يسلم شرح والله يسلم ما يجيكم إن شاء الله فقصيدته هذه كانت لها علاقة خاصة اليومين الماضية الأكثر فأريد أقولها أو ألقاءها فقط من هذا الباب مرضو في مصر مبلقيسة وفي مصر يعني هو جزما جيت حمى قبل كذا لكن حتى مصر الحمى غير يعني وأنت تعرف رأي في هذه القصيدة أنا أرى قصيدته هذه أجمل قصادة وأحبها من أجمل قصادة يقول بدايتها ملومكما يجل عن الملاميس ووقع في فعاله فوق الكلامي بالمناسبة الحديث عن اللوام واللوم والعذل هذا كثير وهي علاقة مريبة نوعا ما بين هذا اللوم عادة يأتي للأحباب المحبين وهكذا وكان يقال من باب الطرافة يعني أنه أن هناك ثلاث شخصيات في علاقة المودة والمحبة بين الأحباب هناك المحب والمحب وهناك الرسول اللي يكون بينهم هذا الرسول ما أن تكون علاقة ودية يتحول إلى عاذل يخرج ويصبح عاذلا وبالتالي دائما هذا المحب يقول يعني بالمعنى هذا أنه اذهبوا وقولوا له أخبروه هذه المعاني يصبحون لما تكون هناك علاقة ودية يقول دعي العذالة مهم كانوا يعني رسل حب قبل قليل يعني الآن تحول إلى العذالة وهذا ما بالطرافة فهو يقول ملومكما يجل عن الملام ووقع فعاله فوق الكلام ذراني والفلات بلا دليل ووجهي والهجيرة بلا لثامي فإني أستريح بذي وهذا وأتعب بالإناخة والمقام عيون رواحلي انحرت عيني وكل بغاب رازحة بغامي بغامي فقد أرد المياه بغير هاد سوى عدي لها برق الغمام يذم لمهجة ربي وسيفي إذا احتاج الوحيد إلى الذمام ولا أمسي لأهل البخل ضيفا وليس قرا سوى مخ النعام ولما صار ود الناس خبا جزيت على ابتسام ابتسام وصرت أشك في من أصطفيه لعلمي أنه بعض الأنام بعض الأنام ويحب العاقلون على التصافي وحب الجاهلين على الوسام أو على الوسام وآنف من أخي لأبي وأمي إذا ما لم أجده من الكرام أرى الأجداد تغلبها كثيرا على الأولاد أخلاق لآمي ولست بقانع من كل فضل بأن أعزى إلى جد همامي عجبت لمن له حد وقد وينبو نبوة القدم الكهامي ومن يجد الطريق إلى المعالي فلا يذر المطي بلا سنامي ولم أرى في عيوب الناس شيئا كنقس القادرين على التمام أقمت بأرض مصر فلا ورائي تخب بي الركاب ولا أمامي ومن لني الفراش وكان جنبي يمل لقاءه في كل عام قليل عائدي سقم فؤادي كثير حاسدي صعب مرام أليل الجسم ممتنع القيام شديد السكر من غير المدام وزائرتي كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلام بذلت لها المطارف والحشايا فعافتها وباتت في عظامي يضيق الجلد عن نفسي وعنها فتوسعه بأنواع السقام كأن الصبح يطردها فتجري مدامعها بأربعة سجام أراقب وقتها من غير شوق مراقبة المشوق المستهام ويصدق وعدها والصدق شر إذا ألقاك في الكرة بالعظام أبنت الدهر يا الله عندي كل بنت فكيف وصلت أنت من الزحام جرحت مجرحا لم يبقى فيه مكان للسيوف ولا السيهام يا الله بسأل سؤال معلش ولا تجاملون يعني يصدقوني لما قال ولم أرى في عيوب الناس وارد أنه يخاطب نفسه هذا مروض في ذهنك أنه يخاطب نفسه يعني بقياس الآمال والطموحات ما كان يرجوه ما كان يؤمله وما حققه في نهاية المطار ولم أرى في عيوب الناس هذا وارد والاحتمال الثاني الذي قد يكون الشراح ذكره أكثر هو احتمال مسألة أن توقع منك الخلق الكريم وتوقع منك العطاة وتوقع منك النجدة هذا اللي يقول لك أنا حكمة المتنبي ما تأتي من سياق عامة وأنه يقول لها الأخير ويقصد نفسه هو دائما ما يقول شيء لمستشهره فأعتقد أنه فكرة أنه هو يرى نفسه يعني القصد هذي كلها تأتي من أولها لآخرها حتى هم يقول يقول تتعودان يغبر في السراية ويدخل من قتام في قتام هو يقصد حصانه ونفسه وحياته فلما يقول هنا أصلاب البيئة اللي قبلها كله يقول كثير حاسدي صعب مرامي فهو لم يقول فهو لما رفعيه بالناس عبا كنقصق وإذا عندما يقول وأتعب بالإناخة والمقام هو يقصد هو متلايق في مصر هو يريد الخروج من مصر وهو يقصد هذا المعنى طبعا إن أذنتم لي لاحقا بعدين لمن كان عنده ابن العميد ابن العميد ابن العميد لما ورده الطلب من مين؟ يقول له يبغى أن كله كبير وأمير وخطير يريد منه يمدحه فهذا يريد من المتنبي أن يذهب إلى سيده اللي يمدحه ليش مقال له متنبي هذه عبارة مرة مهمة المتنبي يقول إني ملقا من هؤلاء الملوك أنا لقيت منهم الألاقي ولا أنا أعطيهم شيئا اللي هو مدح الثناء يبقى بقاء النيرين ويعطونني من المال والمتاع ما يزول وإني رجل لي ضجرات واختيارات فأريد أن يجيني وقت مليت طفشت أبغيش أبغمش فيمنعونني من ذلك فأضطروا إلى الخروج منهم بأسوأ طريقة وأسوأ مخرج وهذا يجر يعني هذا مأزق متنبي رجل لا يحب المقام الطويل ولعله لاحقا في مرة قادمة يذكرنا قصيدة مع بدران عمار بقاء الشاء وفيها يذكر هذا القلق قلق الرحيل بسبب عذال وحساد ووشاء وغيره لكن في موضوع مجالستين نذكر أمرين الرجل كان معروفا عنه أنه لم يكن محبا للخمر ترد في شعره لأنه شعر هو لا يستطيع أن يقول الشعر لذكر الخمر والمرات التي يشرب فيها الخمر محدودة معدودة على سبيل المجاملة والمنادمة والشيء الثاني هؤلاء الملوك والأمراء والبلا لا يحبون الشخص ثقيل الظل يعني يعني يبعدوا أن يجالسهم شخص وهو قليل النكتة بارد الطبع سيء المزاج يعني لا بد أن يكون في روحه يحس الدعابة حس النكتة في المتنبي كان في حسو السخرية لكن حتى في قصائد الأخرى حس النكتة حاضر يقفي في هذا أن نشير لقصيدة الجرذ أنه فيه اثنين صادوا جرذ وقاعدوا يستعرقون في السوق مشهد يعني مشهد مضحي قصير فاستغل هذا المشهد وقال هذه الأبيات قل لقد أصبح الجرذ المستغير وأسير المنايا سريع العطب رماه الكناني والعامري وتلاه للوجه فعل العرب كل الرجلين اتقاقت له فأيكما غل حر السلب وأيكما كان من خلفه فإن به عضة في الذنب يعني الحين صادوا جرذ وفرحاني في السوق في الشارع يستعرضون فاستغل المشهد فالرجل صاحب نكتة صاحب سخرية لاذعة ولعله لو لم تكن عنده هذه المطامح العالية والملك والسياسة والرغبة في أن يولى ولا يعظيمة وعش حياة جيدة على قدره يعني كان يعني تفرق أكثر للنكتة والهجائيات جميل أنا أتكلم عن يعني السمة بارزة في شعرها أنا لاحظت من قائل المقرأ ديوانه أنه عنده القافيتين يبدع فيهما كثيرا أو فيه ثلاث قافي لكن الميم والنون هذه أغلب الشارع لكن المتنبي عنده اللام اللام نعم قصائده اللامية هي أجود قصائده على اختلاف لامياته يعني لكي منازل في القلوب منازل بقائشة ليسهم مرتحالة لها لي بعد الطاعنين شكولوا في الخدين عزم الخليط رحيلة نعد المشرفية والأوالي أنا كلنا جو يا رسوله كل قصائد العظيم أو أغلب القصائد العظيم تجد اللامية فأنا بأجي على أربع لميات جميلة الأولى التي كان يقول فيها بقائشة ومقدماتها النسيبية بقائشة ليسهم ارتحالة وحسن الصبر زمو للجمال تولوا بغتة فكأن بينا تهيبني ففاجأني اغتيالا وكان مسير عيسهم ذميلا وسير الدمع إثرهم انهمالا كأن العيس كانت فوق جفني مناخات فلما ثرنا سعلا وحجبت النور الطبيات عني فساعدت البراقع والخلالة لبسنا الوشية لا متجملات ولكن كي يصن به الجمالة وظفرنا الغدائرة لا لحسن ولكن خفنا في الشعر الضلالة كذا الدنيا على من كان قبلي صروف لم يدمن عليه حالة أشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا ألفت ترحلي وجعلت أرضي قتودي والغريري الجلالة فما أزمعت في أرض مقائف يقول فما أزمعت في أرض مقاما ولا أزمعت عن أرض زوالة على قلقني كأن الريحة تحتي توجهني أو أوجهها جنوبا أو شمالا عظيم القصيدة هذه لأمية والأمية وهي اللي قال فيها هذه القصيدة التي كان يؤذن ويعلم فيها بدر بن أمار راحل وش كان يقول فيها الوشية ذكر موضوع الوشية بس خالب نجيها في قصائدها مع الملوك المرة في الأمية الثانية ليالية بعد الضاعنين شكول شكول كلمة شكول هذه اللي وحدها يعني صورة كاملة ابن القيس ماذا يقول في الشهر الجاهلي فأيلك من ليل كأن نجومه بكل مغالي الفتح شدت بيث بلي كأنها مربوطة وقال ليلة بعد الضاعنين شكول طوال وليل العاشقين طويل وبن لي البدر الذي لا أريده ويخفين بدرا ما إليه سبيل ولا عشت من بعد لا حبة سلوة ولكنني للنائبات حمول وإن رحيلا واحدا حال بيننا وفي الموت من بعد الرحيل لرحيله أما في النجوم السائرات وغيرها لعيني على ضوء الصباح دليل ألم يرى هذا الليل عينيك رؤيتي فتظهر فيه رقة ونحول يا الله يقول هذا الليل ألم يرى عينيك كما ريت حتى يصبح نحيلا قصيرا مثل ما أنا رقيق الآن ونحيل جدا والعرب كان دائما تربط الشوق والوجه والهيان بالنحول فكش يقول لكم نحولته فلو علقته في رجلي نملة أطارت ولم تشعر بأني ثعلقته الشاهد هذا الشدة المبالاة والمية الثالثة المية التي قتلها في بدر بن عمار بن اسماعيل شاطر أتى بإسم ثلاثي بدر بن عمار بن اسماعيل وكانت فيه غفية لما عفرها ليثن أو يقول قتل ليثن بسوطه بدون يعني برز أسد للناس في السوق أظن قطع طريق السابل في الأردن نعم فقام له بدر بن عمار بسوط بدون سيف وبدون شيء أقطع كراغ فهو شي اللي صار هذا قطع طريق السابل وقتل الناس فجاءه بدر بن عمار ومعني جيش وكان الأسد يأكل أكرم كلا بقرة وقد أثق له الأكل فلما اقترب من بدر بن عمار هجم عودر عمار فأعجله عن سيفه كان الصوت إيش أسرع وعفره بالصوت قطر بالصوت هو كيف قالت كان معفر الليث اللي زبر بصوته لمن ادخرت صارغ المسلول سبق التقاء أكه بوثبة واثب لو لم تصادم هو لجازة كميلة يقول قفز عليك قفزة لو أنت منت بوجهك راح كيلو قدام من قفزة من شدة القفزة شفت الوصف المهم يرجع يقول يقول في الخدي شف الفرق بين الرقة اللي في المطلع والجبروت اللي في وصف مشهد القطع يرجعنا المطلع المطلع يقول في الخدي إن عزم الخليط رحيلة مطر تزيد له الخدود ومحولة في معنى ظاهري أن مطر سبب محول في الخدود وهذا تناقض الأسر من المطر ماذا يسبب؟ نبات وخضرة لكن المعنى الأعمق أنه شدة المطر تسبب الأرض لا تنبت لأن حتى المزارعين يعرفون في حد معيم المطر ممتاز إذا زاد هذا الحد يتلف فهو يقول هذا المطر أو هذا الدمع غزير جدا يعني لو أتك الآن سؤال أنت كطالب في الجامعة درس هذه القصيدة وقال لك ما هي مقدار الدموع التي هطلت من العين المتنبي تقول دموع غزيرة جدا لأنها لا تنبت مثل المطر الغزيرة الذي لا ينبت هذا معنى أعمق من المعنى الأول يقول في الخدين عزم الخليط رحيلة مطر تزيد له الخدود محولة يا نظرة النفة الرقاد وخادرت في حد قلبي ما حيت فلولة كانت من الكحلاء سؤلي إنما أجلي تمثل في فؤادي سهولة أجد الجفاء على سواك مروءة يا الله والصبر أجد الجفاء على سواك مروءة والصبر إلا في نواك جميلة وأرى تدللك الكثير محببا وأرى قليل تدلل مملولة ثم يتي بيت مردائي في وصفه تشكر وادفك المطرية بس وصف الأسد يقول وقعت على الأردن منه بلية نضدت لها هام الرجال فلولة يسير وردن إذا ورد البحيرة شاربا ورد الفرات وزئيره والنيلة يشرب هنا وزئير يصل إلى فرات والنيلة وهو في الأردن متخضب بدم الفوارس لابس في غيله من لبدتيه غيلة ما قوبلت عيناه إلا ظنة تحت الدجانار الفريق حلولة في وحدة الرهبان إلا أنه لا يعرف التحريم والتحليل يطأ الثرى مترفقا من تيهه فكأنه آس يجس عليله الله يقول يمشي بهيبة ووقار كل نار أين الأسد يمشي يطأ الثرى مترفقا من تيهه كأنه آس الطبيب الذي يجس العليل لا يضغط بقوة برفق حتى يرى كيف مثلا النبضة كيف حرارة يقول يطأ الثرى مترفقا من تيهه فكأنه آس يجس عليله شوف الوصف لا يفوق وصف المتنبي لهذا المعركة إلا وصف بشر بن عواني ذكرنا وأيضا وصف البحته للذئب حقيقة في له قصيدة أذكر الذئب عجيبة اللي وصف فيها الذئب ثم ذكر قتله له وطعنه للذئب قال فأتبعتها أخرى فأضللت ناس لها بحيث يكون اللب والرعب والحقته يعني القلب المتنبي متغزر رائع في مقدمة الغزرية أتينا حقيقة على كثير من قصائدهم في مقدمة الغزرية لكن أنا أحب البائية ستة أبيات في القصيدة الدينارية الشهيرة اللي منصور هو اسمه منصور قل بأبي الشموس الجانحات غواربة اللابسات من الحرير جلاببة المنهبات قلوبنا وعقولنا وجناتهن الناهبات الناهبة الناعمات القاتلات المحيات المبديات من الدلال غرائبة حاولنا تفديتي وخفنا مراقبا فوضعنا أيديهن فوق ترائبة وكشفنا عن برد خشيت أذيبه من حر أنفاسي فكنت الذائبة يا حب ذا المتحملون وحب داواد يا حب ذا المتحملون وحب ذاواد اللي ثمت به الغزالة كائبة ثم بعدين انتقل للغرض القصيدة الثانية قافية عظيمة وحبها كثيرا لعينيك أي بقولها وبعلقها لأنني وقفت على موضع من كتاب كنت أخبرت أبا برقيس عنه يقول شف يعني خلاص يعني لعينيك ما يلقى الفواد وما لقي وللحب ما لم يبق مني وما بقي وما كنت ممن يدخل العشق قلبه ولكن من يبصر جفونك يا حشقي وبين الرضا والسخط والقرب والنوا مجال لدمع المقلة المترقرقي وأحلى الهواء ما شك في الوصل ربه وفي الهجر فهو الدهر يرجو ويتقي وغضبا من الإدلال سكرام نصبا شفعت إليها من شبابي بريقي وأشنب معسول الثنيات واضح سترتفمي عنه فقبل مفرقي وأجياد غزلان كجيد كزرنني فلم أتبين عاطلا من مطوقي وما كل من يهوى يعف إذا خلا عفافي ويضي الحب والخيل تلتقي سق الله أيام الصب ما يسرها ويفعل فعل البابلي المعتقي إذا ما لبست الدهر مستمتعا به تخرقت والمبوس لم يتخرق ولم أرك الألحاف يوم رحيلهم بعثنا بكل القتل من كل مشفقي أدرنا عيونا حائرات كأنها مركبة أحداقها فوق زئبقي عشية يعدونا عن النظر البكى وعلى لدة التوديع خوف التفرقين ودعهم والبين فينا كأنه قنب نعب الهيجاء في قلب فيلق شوف الانتقال العظيم المجنون قوله وأحلى الهوى ما شك في الوصل ربه وفي الهجر فهو الدهر يرجو ويتقي هذا المعنى المتوارد للذهن الذي يقر عليه أبو الطيب أن العلاقة تحتاج إلى هذا الاحتمال إلى قدر من الهجر ومقدار معين من النواة وفيها الذهاب والجيئة والقفول والعودة حتى يحصل فيها هذا الإيقاد والإيقاد للشوق لأن المحبة والمودة إذا استقرت واستمرت ودامت مع وجود العلاقة والوصال هناك شيء يفقد شيء ما في العلاقة يفقد علاقات تحتاج إلى هذا الاحتمال الحقيقة أن الديوان المنسوب لأبو العلاء المعري اللامع العزيزي الذي يقال أنه كتبه أو على رأينا آخر أنه كتبه في بداياته يشرح فيه ديوان أبو الطيب وثنبي علق على هذا البيت مخالفا أبو الطيب يقول لا الوداد إذا دام والوصال إذا استمر هذا أحلى وأرجى للمحبوب وأنجح للعلاقة لكن تعقبه كثيرون منهم رجل اسمه من معقل الأزدي له كتاب رائع عظيم اسمه المآخذ على شرح ديوان أبو الطيب تتبع فيه الواحد وبن جني والمعري وآخرين وتتبع المعري في هذا الموضع وأشار الفكرة ذكرنا قال لا المتنبي قصد المعنى الذي نعرفه هو أن العلاقة تحتاج إلى هذا الوميط بقدر مثل الملح في الطعام ويبدو لي هذا من هذا الحديث الذي ذكره المعري هذا من الدلائل أنه ليس المعري لأنه لا يختم مثل هذا لا يختم مثل هذا خطر البسيط ويفهم ويفهم مبعاد الحديث أنا بختم قصيدة وإن كان والله فيها بس ننجلها لحلقة ثانية لكن على فكرة الصلة الهجر والتناقض بينهم له قصيدة في صباج ميلة كان يقول صلة الهجر لي وهجر الوصالي نكساني في السقم نكسى الهلالي فغد الجسم ناحلا والذي ينحل منه يزيد في بلبالي قف على الدمنتين بالدو من ريا كخال في وجنة جنب خالي بطلول كأنهن نجوم في عراس كأنهن ليالي ونوي كأنهن عليهن خدام خرس بسوق خدالي لا تلمني فإنني أعشق العشاق فيها يا أعذر العذار أعذر العذار يقول أنت أنت أعذر العذار تراني أنا أعشق العشاق فلا ترمي معادة الشكل يعني ولامية ولامية يعني أنتو سبعنا إيش اللي حصل أمس راجع مع أبو أصيل في السيارة فقال لاميات المتنبي مختلفة اليوم قاعدنا نتقاهونات الصباح ودون أن تسمع كرام بأصيل إيش قلت؟ لبس الحديث أجمل ما عنده لامياته وفعلا نأتي علامية ذيك العظيمة التي هي من لأسباب غزلية والسياسية تتعلق موقفه من سيف الدولة هذه كانت مختلفة جدا الحلقة القادمة راح تكون عن المتنبي في حضرة الملوك سيف الدولة وكافور ونأتي على حتى الأمور الأخرى رأتي لم نأتي علىها صحيح لا نشوفه الوقت كيف الله أعطيكم العافية شكرا أبو حجر شكرا 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 ما تقول نسيتني في البداية يعني نجيت شكرا 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 أحمد يوسف الاتحاد الجميل نادي ولكل فريق التنسيق وعداد نور الموصلي ورندب الخيل وفريق النشر محمد السعوي ورهام الشهري وغيرهم ويعطيكم ألف آفية وكذلك نشكر رعاتنا مقهى بكلو اللي خللنا مروغين اليوم ونقول لقصائدهم في حماس وكذلك الماجدية للسيثمار لأعطيهم العافية وشكر لمتابعي القناة الثقافية لوصلهم معنا لنحاية الحلقة ونشوفكم شاء الله في الحلقة القادمة بالله لا تنسون بالعجاب والاشتراك وكتابة التعليقات نشر المقاطع تفيدنا وتساعدنا والله إذا كان في طلب طلب بسيط يعني في بعض حسابات مشكورين والله يقومون بجهد كبير يعني نشر بعض المقاطع من البودكاست وهذا يعني متفضلين عليه لكن لو كان بالإمكان يضاف شعار مايكس وشعار البودكاست اسمار حتى يعرف الناس لأن كثير الناس يسأل هذه المقاطع من أي فإذا وضيفت الشعارات أعتقد الناس يعني سيصلون إلى الحلقات يعطيكم ألف عافية وشكرا لكم ونشوفكم مشاهلا بها قريبا وشكرا لكم